مدول يؤكد اهتمام الدولة بتطوير مدينة شرم الشيخ وحج الموارد اللازمة لإقامة مشروعات جديدة مجلس الأمن يناقش اليوم مقترحاً أمريكياً بمد حضر السلاح على إيران وروحان يبدي استعداده للحوار بشروط في ذكرى عيد النصر بوتن يبدي انفتاحه للتعاون مع القوى الدولية لمواجهة التحديات الثانية ظهرنا الثانية تعشرة بتوقيت جرينتش موجزون إخباري جديد يتكون من القاهرة أهلاً بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا من فضلك أحمي أهلك وأحمي بلدك أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ لسيما أنها باتت واحدة من أشهر المقاصد السياحية في العالم جاء ذلك خلال اجتماعاً عبر الفيديو كونفرنس لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ بمشاركة محافظ جنوب سيناء وعدد من الوزراء حيث وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن للدولة أن تنفذها وتلك التي سيكون من الأنسب تنفيذها عن طريق القطاع الخاص حتى يتسنى سرعة طرحها وجه وزير التنمية المحلية محمود شعروي المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وشدد وزير التنمية المحلية على أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة وأوضح أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات مبينا أنه تم تخصيص فرق من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على المقاهي والكفيهات والمطاعم أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي تطلع مصر لزيادة وثيرة التعاون مع الشيك وخلال جولة مشاورات سياسية عقدت بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرنس أوضح عبدالعاطي اهتمام مصر بعودة السياحة الوافدة إليها لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وتناولت المحادثات صبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والشيك على الصعيد السياسي هذا كما تناولت عددا من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا حيث أكد الجانب التشيكي أن مصر تعتبر شريكا حيويا مهما بالنسبة للتشيك في منطقة الشرق الأوسط رحب البرلمان العربي بأعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتسوية الأزمة في ليبيا وفي كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بوقف فوري لإطلاق نار في ليبيا وإخراج كفاة القوات الأجنبية والمرتزقة فضلا عن اعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة الليبية موسيقى موسيقى شدد وزير الخزانة الأمريكي سيبين مينوتشين ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وأكد مينوتشين فاتصار هاتفي مع حمدوك التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وأثيوبيا والسودان وأعرب حمدوك للوزير الأمريكي عن شكر بلاده على دعم الولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاثة يعقد مجلس الأمن الدولي أولى جلسة محادثاتنا اليوم بشأن اقتراحنا أمريكي بمد حظر سلاح وفروض على إيران إلى أجل غير مسمى وقال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرارا بهذا الإجراء على دول الأعضاء في المجلس لكن روسيا والصين والتين تملكان حق النقد الفيتو أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة إلى إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني تعويض بلاده عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل البدء في مباحثات جديدة وطالب روحاني بريطانيا وألمانيا وفرنسا بمواجهة ما وصفه بالضغط الأمريكي على نشاطات إيران النووية شرك نحو 14 ألف جندي في استعراض النصر في موسكو بينما حلقت عشرات الطائرات الحربية فوق العاصمة موسكو يأتي ذلك في الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى حيث تم استعراض معدات حربية من زمن الحرب العالمية الثانية وكذلك أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية كما شاركت مجموعات من 13 دولة في الاستعراض العسكري في موسكو من جانبه هنأ وزير دفاع الوحدات المشاركة في الاستعراض ووحدات قوات دول الأجنبية المشاركين أيضا في الاستعراض يذا نكون وصلنا لختام هذا الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري أكسوانيوز دوت تيفي دمتم سالمين